بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزق برقية تهنئة لقداسة البابا توادرست الثاني بابا الإسكندرية بطريق الكرازة المرقصية وذلك بمناسبة عيد القيامة وفي برقية أعربى رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تألف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتركوا في القناة